مثل ما عودتكم مشاهدينا برنامج من القلب كل ما بتطالع من القلب هدفنا ندخل على قلوبكم مشاهدينا التواصل مع الناس مش سهل بس برنامج من القلب في أسرة سياستة الإيمان تتسهل التواصل مع المشاهدين من القلب انترونا راجعين معكم ومع ضيفنا بحلقة جديدة مشاهدينا كلمة من القلب كلنا منعرف قلب الانضيف بيتقلم وبينجرح لكن ما بيكره حدا قصيدة رائعة اليوم لح نسمعها من ضيفنا الأستاذ شحادي الحلبي أهلا وسهلا فيك مرة تانية على برنامجنا من القلب محضرنا اليوم قصيدة حلوة قصة يوسف وعملة قصيدة تفضل خبرنا عنها قصيدة بس حلوة كتير لش كتبتها القصيدة يمكن كان عمري ما بيزيد عن ثلاثة أو أربعة سنين كان يجي ناس من المغرب العربي مغاربي ويبرموا على البيوت ومعهم طبلي ويغنوا الله العالم بالحالات على يوسف ضربوا الشورات أخدوا يوسف أخدوه على بير الحيات دبوه وصل الخبر لموا لابوه صاروا يبكوا على الفرقات الله العالم بالحالات أثرت فيه هل هل زوجي وصرت أسأل عن قصة يوسف شو هي قصة يوسف ولاش عم بيغنوا هيك ولاش عم بيغنوا هيك ولما عرفت شو هي قصة يوسف قصة غريبة ما قلة مثيل في الحياة لا تشبه إلا تشبه قصة المسيح لا تشبه إلا قصة المسيح وهلأني يعني بعد اللي بدي أقول لك القصيدي صحيح قصيرة في كلماتها لكن كبيري كتير في معانيها ويوسف ويوسف كان في الأرض أمينا كريم نفسي لا يخشى الصعابة يسامح إن أتاه الخير شرا ويغلق في سبيل الشر بابا فلا الأمجاد تغريه لمجد فمجد الله أعظمهم ثوابا رأيت يوسف يبهي مصيرا على إخوانه في الحزن ذابا فأطعمهم وأكرمهم كثيرا وسامحهم وقد نسي العقابة فسامح يا أخي فسامح يا أخي ما دم تحيا ليفتح عفوك في الحب بابا حبرنا عن قصة يوسف قصة يوسف بفتكر ما في حدا ما بيعرفها أنه يوسف كان الأصغر بين أخوته والمحبب عند بيه لسوء حظه كان محبوب كان يغاروا منه يعني هون في درس للأهل يعني ما تخلي يوم من الأيام الأولادك يشعروا أنه عندك تمييز بين ولد والآخر راح اشترى له بيه أميس ملون يحبه هو الزغير وأخوته شافوا هالمشهد وحقدوا عليه يعني قصة يوسف كتير كتير تشبه قصة المسيح يعني هون الغيري الغيري الحسد صح الحسد الحسد لله دره الحسد هون الشيطان دخل بقلوب أخوات ما في شك ما في شك هو هنه وقلبه كان مرتع للشيطان حتى يفكروا أخوهم جايل عندهم جايب لهم زوادي ليطعميهم وهني عم يفكروا لكن جايل عندنا صاحب الأميس الملون وأحسن شي نرميه بالبير ومنروح لبينة منقلوا أكلوا الدب وشفق على الحالة أخوه الصغير اللي هو خيه من بيه وأمه ليوسف قالوا يا عمي جاي قافلي ليش ما منبيعه لها القافلي كان فكره مش إنه المال اللي بدوا يقبضوا ثمن أخوه يوسف لا يخلصوا منه كان هدفه إنه يبقى أخوه على قيد الحي شايفكي وهكذا بيع يوسف إلى قافلي رايحة على مصر وبدورهم بيعوه إلى فطفار ومنعرف القصة وين أصبح يوسف ومنعرف تجربة يوسف مع امرأة فطفار ملخص هون يوسف صار رجل مهم صار وزير الاقتصاد ووزير المال وبيرجعوا بزارف معين بالحياة صار في مجاعة وصاروا بحاجة إنه نروح يجيبوا أكل ووين بدن يوصلوا لعندي يوسف صوري إخواته صوري مشهد يوسف شايف إخواته جايين من بعيد ومعن حمير دواب بغال يمكن شخص تاني وأكيد يوسف كان يملك السلاح ويملك الجند ويملك القوة ويملك القدرة على البطش لكن أبدا أنا بتصور الدموع كانت تترقرق بين عينيه هوني المحبي هوني المسامحة صح المسامحة تماما كالمسيح الذي نزل من السماء أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس من أجل خاصته من أجل إخوته من أجل أبنائه وهم فكروا بموته وبصلبه أنا أريد أن أسمحي لي هنا أحكي يعني في موقف من مواقفه ليوسف ما قدر يبكي أدام إخواته دخل إلى غرفته وبكى 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 بكاء مرة أنا هنا أتحدث عن بطرس عندما صاحت ديك وعرف بخطائه بكى بكاء مرة وسميتها في قصة بطرس معمودية الدمع أما يوسف لم يكن في حاجة إلى معمودية لم يكن في حاجة ليكفر عن خطاياه إنما كان يوسف العاطفي الدم الموجود بينه وبين إخوته ما قدر يتحمل أنا بقول لحتى إخواته يبعوه يعني الله عنده أسباب وتتصير هالقصة يمكن لحتى يتعلموا درس يمكن هني أشخاص بحياتهم كانوا صعبين ما بنعرف كيف ظروف الحياة هيك بالنهاية يتعلموا درس إخواته أدي غلطه مع خيون بس عرفوه بالآخر إنه يوسف خيون هني فكروا شر فكروا بالشر طلع خير صح يعني ما في شي يعني الله بيعمله الله يحول صح كل الأشياء تعمل معا للخير في سبب للذين يحبون الله صح في دروس منتعلمة كتير منها قصة يوسف الصبر التسامح مين بيسامح خيه بعد كزا سنة بيعوه وظروف الحياة القاسية اللي مرأ فيها هون قدي التسامح بيلعب دور قدي مؤمن كان يوسف أنا هون بتوجه إلى كل أخ وأخت صح والعالم كله أخوي وأخوات نحن من أب واحد ومن أم واحدة كلنا أخوي وأخوات صحيح أنا ما عندي خي من أم وبي لكن كل أخوتي في المجتمع في العالم إنسان معاملته بيخلي يصير عنده أخوي أنا بعرف كتير أخوي ماتوا وما بيحكوا مع بعضهم ليش؟ مؤسف مؤسف لأنه اختلفوا على على الأرض على الإرس على الإصمي صح أنا بعرف خي يقسم الأراضي لأخوته ويقول له نقع يا خي أنت لا لا أنت نقعي لا أنت بتنقعي بتختار الحق بس بعرف أخوي تانيين ماتوا الأخوي ما بيحكوا مع بعضهم وعلى شو؟ على أطعة أرض وآخرته الإنسان ما له إلا طوله يدفنوا على وهلأ أنا في كتير من البلدان يبدفنوا الشخص هو واقف حتى ما ياخد أرض زيادة وحتى يكون الأبر إرخيص ما يكلف غالي فعلى شو يا أخي على شو مثل ما كان يعني ما في إنسان آخرته بده ما له إلا مليان تموت راب من كلها الأرض خفف الوطأ خفف الوطأ لا أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجسادي يعني الإنسان هالتراب اللي عم ندوس اللي هده كلهم كانوا بشر قابلنا يعني هاي القصة من أمتى مكتوبة؟ هاي قصة من بدء الخليق يوسف بن يعقوب يعني الحسد والغيري بعد لهلأ الحسد والغيري بدأت قابله بقاين وهبيل صح لما قاين قدم زبيحة مقبولة عند الله وهبيل ما يعني الإنسان لازم يكون متسامح ويكون مؤمن لحتى يقدر يكون متسامح مؤمن عفاكي كلمة مؤمن الإيمان يريت الإيمان يباع ويشترى الإيمان بيجي من القلب الإيمان من القلب من الداخل لكن يتغذى متل ما النبتة بتزراعية بتغذيها بالماء بالسماد وبأشعة الشمس قصة يوسف فينا ناخد منها دروس كتير الصبر التسامح المحبة بشكرك ضيفنا على القصيد الرائعة اليوم مشاهدينا بتمنى تدخل قصة يوسف على كل بيت بالمحبة والتسامح والإيمان مشاهدينا مشوارنا اليوم هلأ انتهى معكم بس انطرونا بحلقات تانية مع ضيفنا الاستاذ شهاد الحلبي من برنامج من القلب